بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشهر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نكمل ما بدأناه من في هذه الوحدة الوحدة التاسعة الخواص الحراري للمادة وهي وحدة من وحدات مدخل إلى مبادئ الفيزياء مقرم 101 فيز هنأخذ اليوم التمدد طولي التمدد طولي هي أولا يعني معظم الأجسام باستثناء حالات محدودة تتمدد بالحرارة وتنكمج بالبرود عشان نفسر لماذا هذه بعض الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمج بالبرودة عشان نفسر ذلك ممكن تفسيره بأنه عندما تنتقل إلى الجسم كمية من الحرارة يعني الجسم أعطناه كمية من الحرارة ستزداد حركة زراته أو جزئاته ونتيجة لزيادة حركة زرات أو جزئات فإنها تحتل لحيث أكبر ولذا يتمدد الجسم يعني احنا لما ندي كمية لما نجد جسم ده أنا عندي أولا هذه جزئة لو فرضنا مثلا قطعا من الألمونيوم أو من الحديد دي جزئات الجزء ده يعني الجزء ده بيزبزب كده نرسمه رسمه ناخد جزء واحد أو كده بيهتزي طبعا زهابا وقيابا حول موضع الاستقرار زيت بندول بسيط بالظبط حركة اهتزازية لما بنزود درجة الحرارة هذا الجزء بتزداد السعة بتاعته سعته الحركية تزداد وبالتالي كل طبعا الكلام ده كله احنا بنتعامل مش مع جزء واحد بنتعامل مع مليارات أو عدد لا نهائي من الجزئات في الآخر خالص بنجد ان كل الجزئات بتحتل حيز اكبر وبالتالي بيتمدد الجسم طبعا بيحدث العكس عندما يفقد جسم كمية من الحرارة يعني احنا خدنا الجسم كده الساخن ده وسبناه يبرد مثلا هتلقى يرجع الى حالته الاصلية او احنا خدنا الجسم في درجة حاطة الورفة وحطناها في درجة حرارة اقل من درجة حرارة خوفة بيحصل نوع من الانكماش لان السعلة هتزدادها بتجل في هذه الحالة بتتحرك الزرارات او جزئات ببطء اكبر وبتحتل حيز اقل وبالتالي بنقوله والله ان الجسم نكمش طبعا لو وجدنا زيادة في الطول او نقص في الطول بتناسب تناسبا ضرديا مع ال نوت مع زيادة الاصلية يعني مثلا لو قلنا دلتا ال دي زيادة الحاليسة في الطول مثلا بنجد ان الدلتا ال تتناسب مع ال ال نوت تناسبا ضرديا مع دلتا تي تناسبا ضرديا شيء طبيعي لما يكون الطول مثلا خمسين غير لما يكون مية وظاهرة التمدد الطول الظاهرة مهمة جدا وخصوصا لما نعمل قطبان السكة الحديد بتاعت القطارات بنجد ان مثلا القضيب هنا كده هناك فيه مسافات مسافات لان طبعا دلتا الحرارة لما توصل اربعين او خمسين درجة مئوية وهذه القطعة تتمدد ودية قطعة تتمدد لو هما في حال التماس مع بعض كده لما يتمددوا بيحدث نوع من ايه من الالتواء او الحراف او التقوص وبالتالي ده خطر فلابد ان تترك مسافة مسافة بينية بين القضعة الحديدية لقطبان السكة الحديد عشان نسمح بالتمدد هنا لما نقول الدلتا ال يجمحها لبعض يبادلتا ال تتناسب مع ال نقطة الطول الاصلي مع دلتا تي لفرق بتاعت الحرارة يبادلتا تتناسب بيسموه الفا بيسموه معامل التمدد الطولي طبعا يبادلتا ال التغير في الطول الفا معامل التمدد الطولي ال نقطة او ال الطول الاصلي دلتا دي التغير في طريقة الحرارة او فرق في طريقة الحرارة ومعامل التمدد الطولي اللي هو الفا يعرف على ان الزيادة في طول قضيب من المادة طوله وحدة الاطوال عند رفع درجة حرارته بمقدار الدرجة ماءوية واحدة لان هنا من هذه المعادة ممكن نقول الفا تساوي دلتا ال على ال نقطة في دلتا تي نفس التعريف لما قلنا السعر الحرارية ولما قلنا الحرارة النوعية امتى الالفا تساوي دلتا تي يعني امتى معامل التمدد الطولي يساوي زيادة في الطول طول المادة متى لما يكون إلا نقطة بواحد ودلتا تي بواحد يبا هي زيادة الحرارة في طول المادة الطول الاصلي لهذه المادة هو واحدة اطوال ورفعناها درجة واحدة ماءوية طبعا واحدة معامل التمدد الطولي لان دants طول مع طولي يبا فاضل واحد least على دلتا تي يعني واحدة على SU دا عبارة عن东و هذا عبارة عن وحدة معامل التمدد الطولي طبعا ضج الحرارة تقاس بالكلفن في النظام العالمي والكلفن هو عبارة عن الدرجة الماءوية زائد متين متأتا وسبعين يعني لو فرضنا ان درجة حرارة الغرفة الروم تيمبرتشر هنا التي ار تساوي 27 درجة مائوية يبقى التي ار بالكيلفن تساوي 273 زائد 27 تساوي 300 كيلفن لان الكيلفن هو وحدة القياس العملية لدرجة الحرارة مثال هناخد مثال لو درجة حرارة 25 درجة مائوية وجد ان قطر كرة مسمطة هو 4 سنتيمتر وان القطر الداخلي لحلقة من الحديد 3.97 3.97 احسب درجة الحرارة التي يجب ان تسخن اليها حلقة الحديد حتى تكاد تمر الكرة منها علما بان معامل التماد الطولي للحديد هو 11 في 10 سلب 6 درجة مائوية مائوية يبقى انا عندي كرة قطر كرة مسمطة والقدر الداخلي لحلقة من الحديد كذا عشان تمر الكرة دي المسمطة من الحلقة من قطر الحلقة تمام بنسخن بنسخن الحلقة عشان تزداد وتوسع عايزين نحسب نحسب كم درجة حرارة عشان تمر اهي ادي الحل بفاقي درجة الحرارة مطلوبة هي T2 وعندما يكون وعندها يكون قطر الكرة يساوي قطر الحلقة وبالتالي الكرة تمر من خلال الحلقة بسلام في هذه الحالة A تساوي طبعا معروفة تلاتة وسبعة وتسعين من مية سنطي والA بلاس دلتة A بساوي أربعة سنطي يبقى دلتة A بساوي كام تساوي تلاتة من مية الزيادة اللي حصلت تمام الزيادة الحادثة لأن طبعا قدي المسال لو رجعنا له المسال بيقول أن قطر كرة مسمطة أربعة سنطي والقدر الداخلي اللي حلقة الحلقة هتزيد بمقدار كام بمقدار دلتة A اهو شوف قطر الكرة بساوي قطر حلقة قطر الكرة كام أربعة سنتيمتر اهي وقدر حلقة الA الأصلية اللي هي كام اللي هي تلاتة سبعة وتسعين من مية اللي مدهني في المسال زائد دلتة A اللي مفروض تزيد بيها الحلقة قطر حلقة يزيد بيها عشان تقدر الكرة تمر بسلام من خلال يبقى دلتة A اللي زيادة في الطول اللي حاصلة نفوت تبقى تلاتة من مية سنتي هنستخدم العلاقة القاتية دلتة T بيساوي دلتة L على L نط ألفة لأنه دي عادي أهو احنا قلنا أن زيادة في الطول تساوي ألفة في L نط دلتة T لكن هو عايز دلتة T هو عايز مين يبقى تساوي دلتة L على N نط ألفة على طول الأصف في معامل التمطولي أهي أبقى دلتة دي عادي في الطول دلتة A اللي حسبناها الثلاثة من مية وآدي A اللي هي الطول الأصل اللي هي سبعة تلاتة سبعة وتسعيمين مية سنتي في الألف نبدلتة T تساوي كام تساوي تلاتة من مية على تلاتة سبعة وتسعيمين مية في كزه في معامل التمطولي الديني انفوض نسخن ستمية سبعة وتمانين درجة مقوي عشان تقدر تمر الكرة خلال الحلقة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله